الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كلك شيء واحد وأن الكون كلك شيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها أن ترى أن الكون المخلوقات كلها واحدة وكلها واحدة في العدم كلها معدومة والموجود حقيقة هو الله وحده لا شرك له هذه وحدة الشهود وتلك وحدة الوجود وحدة الشهود إسلام ووحدة الوجود طبعا كفر والشرك وخروج عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا والجيبوم وغيرهم من المستشرقين وأرادوا أن ينسبوها إلى الصوفية بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعله رمزا الاتحادية في نظر كثير ممن يكتب في هذا الباب ولا يفقه ابن عربي نفسه بقول من وحد فقد ألحد من وحد أي ما وحد بين الخلق والخالق فقد ألحد أصبح ملحد ده ابن عربي اللي بيقول عليه أه؟ أيوة أه؟ 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 ولا يقول بالحلول إلا كل من له عقل إلا كل ذو عقل معلول أو من له عقل معلول مفهوم الكلام هذا؟ ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه بيقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود وابن تيمية وهو أكبر وأخطر من عرفه التاريخ عداء للصوفية مع أنه واحد منهم لكن يعاجي كثير منهم هذا الرجل ألف كتاب العبودية أصبت فيه وحدة الشهود ونفى فيه وحدة الوجود كما هو معتقد جميع أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى أظن مفهوم الكلام هذا؟ نعم هناك أخي يسأل هل هناك خلاف بين الأشعرية والماتوريدية أدلك على بعض الكتب التي تجد فيها هذه المسائل وترى تأويل أصحاب هذه المسائل لها أولا شرح الإحياء الجزء الثاني منه شرح الإحياء للزبيدي الجزء الثاني منه راجع هذا الباب باب العقيدة ستجد فيه الخلاف بين الأشعر والماتوريدي وتتبعه حتى تصل إلى نتيجته هناك كتاب آخر اللي هو البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية هذا للبركوي الطريقة المحمدية البركوي هذا الكتاب أيضا من الكتب التي تعرض شراحه إلى بيان تفاصيل المسائل التي اختلف فيها الماتوريدية والأشاعر كذلك عند مثل الخالقية والرازقية وكذا وكذا عندنا حتى في منظومة الكبرى موجود الكلام على هذه المسائل لا إثبات الواسط الله تبارك وتعالى رازق هذا قديم والرزق حادث طب صفة الرازقية هل هي قديمة ولا حادثة اختلاف هنا نحن نقول صفة الرازقية قديمة ما بنقول حادثة مفهوم الكلام هذا أي أن الله تبارك وتعالى رزاق قبل أن يخلق المرزوغ قبل أن يخلق الرزق مفهوم الكلام هذا وهو خلاق عليم لأن زي قلت مثلا الرحمن أن العرش استوى هذه الكلمة ثبتت في في كلام الله تبارك وتعالى قبل خلق العرش قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض وقبل خلق الناس كله قبل خلق الزمان قبل خلق المكان هذا المعنى ثابت في علمه يعني في الكلام هذا هذا كلامه وكلامه قديم إذن الله تبارك وتعالى موصوب بكل صفاته دون أن نزيد فيها ولا أن ننقص